يوم الثلاث كان رئيس الفرنسي ماكرون مع بوتين يوم الأربع ماكرون مع رئيس أوكرانيا يوم الخميس بدأ الدول العالم تتكلم على الحرب وبدأوا يتكلموا على أنه رعاية أمريكا لازم يمشوا فورا خلال 24 ساعة 48 ساعة بكتير رعاية بريطانيا نفس الحكاية عدد أيضا بعض الدول العربية الدول للتحاد الأوروبي بالكامل كله يرجع فورا ويمشي فورا والآن وما فيش تأخير وما فيش إيه السبب السبب حضراتكو أن أقمار صناعية ظهرت رصدت حشود عسكرية روسية ضخمة على حدود أكرانيا اللي قدام حضراتكو دي دي اللقطات الأقمار الصناعية رصدت الحشود العسكرية وطبعا الغرب حالي للكلام ده والمخابرات الأمريكية والأمن القوم الأمريكي وكله قالك الحشود دي معناها أنه في عملية عسكرية روسية داخل أكرانيا قاله مش ممكن ده يعني تدريبات أو صد هجومة ولا دي ده قوات للقيام بعملية غزو وفي الوقت اللي كانت روسيا وبلا روسيا يعني عاملين تدريبات مع بعض وفيه انتشار أيضا لقوات الروسية داخل أراضيها والرئيس بوتين قال للرئيس ماكرون يوم الثلاث إنه إحنا لنا الحق قواتنا داخل أراضينا وإنه إحنا مش راحين أي دولة أخرى ولكن الغرب كله يعني بيستعد إنه بيحذروا إنه روسيا ستقوم بعملية عسكرية ضد أوكرانيا من شوية كان فيه مكالمة بين بوتين وجو بايدن وبناء على طلب الرئيس الأمريكي الأمريكان النهاردة الصبح إنه فيه مكالمة هتتم النهاردة بعد الظهر وقال إنه بايدن قال لبوتين إنه روسيا هتدفع تكاليف قاسية لو غازت أوكرانيا البيت الأبيض قال إنه الرئيس الأمريكي حذر الرئيس الروسي من أن واشنطن وحلفائها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إذا أقدمت موسكو على غازو أوكرانيا وقال إنه بايدن أوضحها بمنتهى القوة لو أقدمت روسيا على التوغل في الأراضي الأوكرانية فإن أمريكا والحلفاء سيردوا بشكل حازم ويفرضوا عقوبات سريعة وقاسية على روسيا وقالوا إنه ده في المكالمة بين الرئيسين وإنه بايدن أعرب اللي بوتين عن استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع الحلفاء وكل الشركاء وإن هي كمان مستعدة لأي سيناريوهات أخرى والمكالمة استغرقت حوالي ساعة طبقا لأكالة الأنبياء الأمريكية أسيشيتت بريس واللي قالت إنه وتم إجلاء معظم الدبلوماسيين والعسكريين ولأنه فيه ربما يتعرضوا لخطر في حالة قيام روسيا زي ما بتقول الولايات المتحدة الأمريكية لغزو لأوكرانيا وقالوا إنه ما فيش تغيير واشنطن بتقولوا إنه لا تغيير جوهري في الموقف الروسي بعد المكالمة ما بين الرئيسين وإنه المكالمة لم تؤدي لأي تقدم في الأزمة الأوكرانية وفيه مسؤول اتكلم للصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه المكالمة كانت مهنية ومعمقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل بتكلموا على 62 دقيقة تقريبا وقال لكن هذه المشاورات بين الرئيسين الأمريكي والروسي لم تصفر عن أي شيء ولا أي تقدم الكريملين قال إنه فيه هستيريا بيندد بالهستيريا الأمريكية والغربية واللي بلغت زروتها بعد مكالمة الرئيسين بوتين وبايدن ومساعد الرئيس أشكوف يوري أشكوف مساعد الرئيس الروسي ندد من جانب موسكو بالهستيريا الأمريكية التي بلغت الزروة بعد المكالمة وقال إن المحادثة استمرت أكثر من ساعة بقليل وإنه يعني جرت محادثة اليوم في جو من الهستيريا غير المسبوقة غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغاز الروسي المفترض لأوكرينيا وإنه جميع يعرف ذلك وأكد إنه الرئيس الأمريكي ده المساعد الرئيس الروسي بيقول إنه أشار الرئيس بايدن إلى عقوبات محتملة ضد روسيا في سياق الوضع المتواتر حول أوكرينيا لكن لم يكن هناك تأكيد على هذه المسألة وقال إن محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي كانت متوازنة وعملية في تحذيرات أمريكية لروسيا حاليا ولكن طبعا كله بيطلب دلوقتي بإنه رعاياهم يغدروا أوكرينيا يعني التحدي الروبي بالكامل مع الروسي المتحدة الأمريكية فهم شايفين إنه ورفعوا مستوى التحذير في إنه ممكن يحدث حتى إسرائيل دلوقتي كمان بتدعو أيضا إنه المقيمين في أوكرينيا إنهم يمشوا بسرعة في أقرب وقت وإنه اللي عايز يروح أوكرينيا ما يروحش في الوقت الحالي ويلغوا سفرهم في هذه المرحلة المرحلة المجر تحذر أيضا من موجة لاجئين في حال غزو روسيا لأوكرينيا ورئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان بيؤكد إنه غزو روسيا لأوكرينيا قد يؤدي إلى فرار مئات الألاف من لاجئين الأوكرينيين عبر حدود المجر وقال إنه ربما هذه الأمور ستؤدي إلى مشاكل ضخمة وطالب إنه دعا لحل السلم للتواتر المتصاعد في أوروبا والناجم عن مخاوف من الغزو الروسي لأوكرينيا مختلف الدول النهاردة بتدعو لأولا سحب الدبلوماسيين وسحب العسكرين زي لندن سحبت العسكرين من أوكرانيا وخطبت رعاية البريطانيين بإنهم لا تأملوا في أن يتم إجلاؤكم عسكريا بيقولولهم مش هنبتلكوا طائرات زي اللي حصل في أمغانستان مش هنبع الطائرات ما فيش وقت فاللي عايز يرجع لازم يرجع الآن بريطانيا قالت كده وأمريكا حتى الرئيس الأمريكي كان ليه حوار مبارح مع أحد الشبكات أعتقد MBC الأمريكية وفي الحوار ده وقال إنه احنا لا مش هنبعث طائرات ولا هنبعث نجيب حد وقال إذا حصلت مواجهة بين روسيا وأمريكا ستكون هناك حرب عالمية قال روسيا دولة عسكرية كبرى وبالتالي إذا حدث هذه المواجهة الروسية الأمريكية إحنا هيكون هناك حرب عالمية تعالوا نتابعك